تطور عسكري خطير في الظالع إثر سقوط مديرية جديدة بيد مقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية فقد أكدت مصادر محلية صحة ما أعلنته الميليشيا عن سيطرة مقاتليها على مركز دوران عاصمة مديرية الحوشاء بعد يوما كاملا من المواجهات العنيفة مع المقاومة الأهلية محدودة الإمكانيات التي شكلها سكان المديرية على مدى شهرين كاملين خلال الساعة الماضية حقق مقاتل الميليشيا تقدما سريعا وغير مسبوق في هذه المديرية انتهى بتمكنهم في الساعات الأولى من فجر الأربعاء من الوصول إلى دوران مركز المديرية والاستلاء على مبنى إدارة السلطة المحلية للمديرية حيث تشير المصادر المحلية إلى أن المعارك التي سابقت سيطرة الميليشيا على دوران لم تدوم سوى ساعة وكانت المديرية قد شهدت على مدى يوم كامل معارك عنيفة ساهمت فيها قلة إمكانية المقاومة وانقطع الإمدادات عنها بصورة كاملة في تحقيق تقدم سريعا للميليشيا في مناطق الطاحون والدخل وقلعة يراخ وكان التطور الأسوأ الذي سبق سقوط مركز المديرية قد تمثل في تمكن مقاتل الميليشيا من قطع الإمداد على مقاومة الحشى بعد سيطرتهم على منطقة الزقمة حيث الطريق العام الوحيد الذي يربط الضالع بمدرية الحشى وسبقت هذه التطورات المتسارعة نداءات استغاثة من المقاومة الشعبية في المدرية لحقومة الشرعية والتحالف العربي وقوة الجيش المقاومة في الضالع بسرعة مدها بالسلاح والتعزيز لصد هجمات ميليشيا الحوثي المستمرة بحق أبناء المديرية وحملت هذه الجهاد جميعها مسؤولية أي تطورات قد تهدد بسقوط الجبهة وسائل إعلام تناولت أنباء عن تدخل طيران التحالف للمرة الأولى منذ بدء المعارك قبل شهرين في مدرية الحشى وأفادت تلك الأنباء بقيام الطيران بعملية إنزال وضرب لعدد من التجمعات والإمدادات التابعة للميليشيا بعضها استهدف هذه العناصر في مركز المديرية لكن لم يتسنى حتى الآن التأكد من صحة هذه الأنباء في وقت بات فيه الحوثيون على تماس مباشر مع الضالع التي تهيمن على القرار العسكري والأمن فيها عناصر تنادي بالانفصال وتظهر عدم اكتراث بما يدور في الحشى التي اقتطعت من محافظة تعز وأضيفت إلى عدة مديريات تابعة لمحافظة لحج لتشكل جميعها ما يسمى اليوم بمحافظة الضالع